في فيديو النهاردة نتكلم عن أداة شات جي بي تي برنامج AI زكاة الإصطناعية الجديد في الحقيقة الأداة دي قوية جدا لأنها هتوفر عليك وقت ومجهود كبير في شغلك وحياتك العملية الأداة دي باختصار عبارة عن محادثة كتابية بتتم عن طريق الشات تم تصميمها للإجابة عن جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالك بشكل مفصل وضقيق مش بس كده كمان بتقدم لك أجابات واضحة ومحددة بتتناسب مع كل المستخدمين والجميل في الأداة دي أنك تقدر تستخدمها في مجالات كتيرة جدا في شغلك زي أن أنت تقدر تستخدمها في كتابة المقالات والأبحاث العلمية تقدر تحل بيها مسائل رياضية معقدة مش بس كده كمان تقدر تستخدمها في الأكواد الخاصة بالبرمجة وكمان تقدر تستخدمها في المجالات الخاصة بالهندسة والصيدلة والطب وإلى آخره فمن غير مطول عليكم يلا بنا نشوف إزاي نسجل على الموقع ونستخدم الأداة الكنز دي هتفتح جوجل وتيجي في مربع البحث ده وتكتب تشات جي بي تي بعد كده هتدوس على أول رابط هنا هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده هنا لو فتحنا الموقع هنواحس كلمة أوبن اي اي دي الشركة المصنعة لتشات جي بي تي وهي شركة متخصصة في الأبحاث العلمية اللي بتتم على الزكاة الاصطناية هتنزل تحت شوية هتضغط على تراي تشات جي بي تي زي ما حضرتك شايف هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده للأسف في بعض الدول العربية الصفحة دي مش بتفتح وبيقولك ان هي محجوبة وان الموقع غير متوفر في بلدك فعشان نتغلب على المشكلة دي هندخل بطريقة غير مباشرة للموقع ازاي الكلام ده هنفتح جوجل ونكتب يوربن بي بي ان بروكسي ده عبارة عن امتداد للجوجل كروم اكستنشن بتنزله عشان يساعد ان الموقع عندك يفتح طبعا الاكستنشنز ده بيفتح كل المواقع المحظورة فهنكتب هنا اد اكستنشنز زي ما حضرتكم شايفين هيحمل معانا الاكستنشن بالشكل ده هنيجي هنا فوق على الاكستنشن وين التك على البن دي عشان نفعل الاكستنشنز ده بعد كده هيشتغل معانا زي ما حضرتكم شايفين هيقولك هتقوله وهي تختار الدولة اللي انت عايز تربط على الانترنت وليكن استراليا هيحمل معاك الموقع بالشكل ده وتبتدي تدخل على الموقع عادي وتسجل فيه هتعمل هتفتح معانا الصفحة بالشكل ده تقدر هنا تسجل باميلك الخاص وليكن انا هسجل باميلي هيفتح معانا الموقع بالشكل ده تحت هنا على الشمال هتلاقي هنا المود اللي انت عايز تحطه هنا بديك الامثلة والقدرة بتاعته طبعا الحد بتاعه ليه حد معين في الاجابات لسه الفترة الجاية ان شاء الله يبقى يتطور لكن لحد وقتنا هذا البرنامج بشكل مجاني كامل تقالوا ان في بعض التحديثات هتنزل التحديثات دي طبعا هتكون بشكل مدفوع هيتطوره طول الاجابة اللي بتكتبلك وهتكون بشكل دقيق ومفصل اكتر وهيضيفه كمان محتوى صوتي كأنك بتتكلم مع انسان قدامك فدي بعض التحديثات اللي هتتم قدام فالحد الوقتي البرنامج بشكل مجاني تماما هنيجي هنا في مربع البحث ده ونكتب اي حاجة احنا عايزين وليكن احنا عايزين نكتب طبعا زي ما حضرتك شايف هنا بياخد وقت على ما يكتب الاجابة كتب لك وهو وبيكتب لك معلومات عامة عن فزي ما حضرتك شايف اي معلومات انت عايز تكتبها بيحلها لك بالشكل المطلوب جميل جدا افرد ان انت عايز تسأله على طريقة عمل القهوة طبعا هنا بيكتب لك الاجابة عن طريقة عمل القهوة والخطوات اللي انت لازم تعملها لو انت مش عايزه يكمل الاجابات دي بكل بساطة هتضغط على مثلا انا عايز اسأله سؤال خاص بالاكواد فهكتب له هنا اكتب لي كود يقوم بتحويل الصوت او بتسجيل الصوت وتحويله الى كتابة بالعرب زي ما حضرك شايف هيقول لك فتقدر تغيغ طريقة كتابتك للك كود عايز اقول لكم ان البرنامج قوي جدا وتقدر طبعا لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن طريق النت في ملايين المواضيع موجودة على اليوتيوب تقدر تطور نفسك فيه وتقدر تعرف ايه هو وتقرأ عنه اكتر انا حبيت بس اقول لكم نبزة مختصرة عن الموضوع اه وطبعا تقدروا تستخدموه في حاجات كتيرة جدا هو دلوقتي البرنامج بشكل مجاني بس طبعا الفترة الجاية هيكون فيه طبعا نسخة البرو المدفوعة لانهم هيضيفوا بعض التحسينات عليه الخاصة بان هو يكتب بسرعة والاجابة تكون بشكل اكبر الحروف يعني تكون بشكل اكبر وبعض المحتويات الصوتية اللي ممكن يدخلوها عليه او يدخلوها من ضمن برامج تانية الله اعلم مش عارفين بكرا فيه ايه فانا بس حبيت اقول لكم نبزة مختصرة عن البرنامج وازاي بتستخدموه وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته